بالفعل وصول رئيس المخابرات العراقية السابق إلى سدة الحكم به أطراف خاسرة بل أن المراقبين أعتبروا منح الثقال حكومة الكاظمي يترجم تراجع الزخم الإيراني في العراق ميليشيا حزب الله العراقية والمصنفة إرهابية من واشنطن وتدير الميليشيات في العراق الآن تجدد رفضها رسميا والتي أعلنت عنه قبل تمرير الحكومة طبعا للتذكير أن ميليشيا حزب الله العراق أسسها أبو مهدي المهندس عام 2003 أي عقب سقوط نظام فضام حسين ومدعومة من إيران استهدفت واشنطن مؤسسها المهندس مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني مطلع هذا العام طبعا الميليشيات تتهم الكاظمي بمساعدة واشنطن في عملية الاستهداف بل اعتبرت أن وصول الكاظمي للكرسي لا يعفيه من تورطه بمساعدة واشنطن بل وتحدثت عن ضرورة ملاحقة المتورطين باغتيال سليماني أي كان وصفهم الوظيفي طبعا حتى الآن لم تصدر باقي الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران أي موقف بعد وهي تختلف بالتوجهات والأهداف والقيادة والتبعية أيضا ولكن يظل الخبراء يؤكدون أنهم الخاسر الأكبر من تصمية الكاظمي رئيسا للوزراء ريتا طب ما يسمى عن التوافقات حيار رئيس الوزراء بالفعل ريتا الحكومة الجديدة تحظى باحترام دولي وإقليمي ما يمنح الكاظمي ميزة في تنفيذ تعهده بحصر السلاح بيد الدولة وهي طبعا مهمة غير سهلة كون أنها تعني استرجاع الدولة من الميليشيات التي استولت على جزء كبير من القرار الأمني ومنذ فجر الخميس بعد إعلان الكاظمي رئيسا للوزراء لم تتوقف المباركات وتصريحات الدعم له الملك سلمان بن عبد العزيز هناء الكاظمي بتوليه رئاسة الحكومة أيضا وللعهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رحب برئيس الحكومة الأصغر في تاريخ العراق ودعاه لزيارة العاصمة السعودية الرياض القيادات في واشنطن كان لها ترحيبا أيضا بني الحكومة الكاظمي ثقة البرلمان بريطانيا لها موقف مماثل وأعلنت أنها على أهبة الاستعداد لدعم حكومة الكاظمي والعمل معه في محاربة داعش وأزمة كورونا والإصلاح الاقتصادي والأمني أيضا المبعوث الأمريكي السابق للتحالف الدولي ضد داعش بارك للكاظمي وقال إنه يتمنى لصديقه التوفيق في دوره الجديد ووصفه أيضا بالقائد المتمرس وأنه يملك أجندة هائلة للعراقيين مطالبا الجميع برفع السقف الأمل بنجاحه